ونروح لوزارة الانتاج الحربي النهاردة اللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي وكمان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كرموا المتميزين من طلاب الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة دي بتتبع وزارة الانتاج الحربي في إطار الحفل السنوي التالت للاحتفال بطلبة الاكاديمية وكمان تفوقهم ونجاحهم وكمان اللي تم إنجازه على مدار العام الدراسي السابق اسمحونا نتابع الفيديو اللي جاي عن أهم المشروعات اللي بتقوم بها وزارة الانتاج الحربي تعرفي مشروعات وزارة الانتاج الحربي؟ طبعا طبعا بس اقولي كده انت تعرف ايه منها دي مشاريع كتير قوي هقولي كنا وزارة الانتاج الحربي قامت بإنشاء خط انتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة انتاجية وصلت لخمسين ميجاوات سنويا وده تم في شركة بنها للصناعات الإلكترونية والهدف من المشروع ده استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية لزيادة الطاقة المتوفرة من المصادر الصديقة للبيئة لتشغيل المصانع وتوسعتها وكمان الاستخدامات المنزلية والمشروع ده تم تنفيذه بنسبة 100% مش دي اللي بيعرفوها بطاقة نظيفة؟ برافو عليك تعرفي مشروع خط انتاج البطاريات؟ اه ده اللي هو ايه؟ مشروع انشاء خط انتاج بطاريات التقويم الحامضية بطاقة انتاجية 120 ألف بطارية سنويا وده نفذته شركة اهل الصناعات الكيموية مصنع 270 والهدف من المشروع ده تلبية احتياجات قوات المسلحة من النوعية دي من البطاريات لصالح تشغيل المركبات ومعدات قوات المسلحة واستغلال فقد الطاقة لاحتياجات السوق المحلي والهيئات الحكومية والقطاع العام ومصانع انتاج السيارات ونسبة تنفيذ المشروع ده وصلت لمية في المية ياه ده كده ممكن تكون خطوة علشان نرجع نصنع سيارة مصرية قريب اكيد عارفة بقى ان كمان عندنا مصنع حيتعمل لتصنيع الخلايا الشمسية بدءا من الرمال المصرية؟ ايوة طبعا سمعت عنه وتوافق عليه كمان من مجلس الوزراء بالزبط انشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية بدءا من الرمال وده الهدف منه تأمين الامدادات بمكونات تصنيع الواحة الطاقة الشمسية واللي فيها هيتم انشاء حقول لتوليد الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الشمسية وده هيقدي الى خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزي ما انت قلتي مجلس الوزراء وافق عليه وكمان تم مخطبة شركة جي سي إيل الصينية عن طريق وزارة الخارجية وتم تنفيذ زيارة للشركة في الفترة من واحد لخمسة فبراير 2018 والشركة زارة مصر خلال المدة من 7 الـ 8 مايو 2018 وتم توقيع اتفاق لإطار التعاون لإقامة المشروع اللي انت قلت ده جزء بسيط قوي من مشروعات وزارة الانتاج الحربي أقول لك أنا بقى على أهم المنتجات المدنية لوزارة الانتاج الحربي؟ لا 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 استني قلي هلنا في الفيديوهات اللي جاية أعرف وزارة بلدك وزارة الانتاج الحربي اشتركوا في القناة